من المنتخب الأول نروح ونروح بقى للمنتخب الأولمبي منتخب الأولمبي أنا بقلي كام يوم الحقيقة بتكلم دائما عن المنتخب الأولمبي اللي ابتدى مع أسكره النهاردة أنا الحقيقة طالبت ومازلت بقى طالب وبنتظر تخصيص طائرة خاصة للسفر إلى زنبيا وأتمنى بشكل شخصي وأتمنى بشكل عام إن ده يحصل لأنه شفنا الفترة اللي فاتت رجلو ميكيلي وجهازه المعاون بيشتغلوا بيعملوا اجتماعات وبيتابعوا اللاعبين عشان المطشين دول مش عشان حاجة تانية مهم جدا جدا إن احنا نكسب هنا في القاهرة بنتيجة مريحة لأنه انت بتلعب منتخب قوي جدا قبل ما نروح مطش العودة في زنبيا لأنه حيبقى في الصيام كمان منتخب مصر الأولمبي محتاج الدعم خلال الفترة اللي جاية وإحنا دايما تعلمنا كده تعلمنا كده أن احنا دايما نبقى في ظهر منتخباتنا من منطلق دور النادي الأهلي ومسؤوليته وقناة النادي الأهلي ومسؤوليتها احنا دايما بنبقى في ظهر كل المنتخبات الوطنية ورسلت للعيب أن هم لازم يمسكوا في الفرصة ولازم يقدموا نفسهم بشكل قوي للمنتخب الأول لأنه المنتخب اللي حيتأهل لهذه البطولة بيكون أحسن فاترينا بيتم عرض فيها أي لاعب بيفكر في الاحتراف عموما الحقيقة بعد ما حدث مع منتخب النشئين ومنتخب الشباب 2003 و2006 أنا كل أمل في هذا المنتخب كلنا الحقيقة مش أنا الوحدي كلنا أمل أن احنا نشوف وننتظر ماذا سيحدث فيه أو مع المنتخب الأولمبي عشان كده أنا الحقيقة دايما خلال هذه الفترة بقى يومين أو ثلاثة يام بقى طالب الدكتور أشرف صبحي بإن شاء الله بأنه هو يتدخل إن شاء الله خلال الفترة اللي جاي علشان يجيب طيارة خاصة تاخد اللاعبين توصلهم إلى زنبيا لأنه أنت بتلاعب منتخب لما جدا نستفسر عن منتخب زنبيا ونعرف مين مجموعة اللاعبين اللي فيه عنده سبعة أو تمانية أو ما بين سبعة أو تسع لاعبين محترفين في بلاد جيدة في دوريات جيدة فأنت هتلاعب منتخب مش سهل وبعدين معظمهم هم حييجي لأنه حضراتكم عارفين المنتخب اللي قلبي دائما ما بيبقى خارج الأجندة معظمهم هم حييجي لأنه اللي ما بيلعبش في المنتخب الأول حييجي لأنه إحنا فيه أجندة دولية فالدنيا وقفة العالم كله واقف الفترة اللي جاية دي فعشان كده هتلاعب منتخب قوي لازم تكسبه بشكل مريح في هذه المباراة اللي هي يوم 22 وإن شاء الله ربنا يكرم فيه مباراة يوم 24 أو 26 أنا آسف اللي هتلعب إن شاء الله في زنبيا فروجيرو ميكالي أو الجهاز الفني محتاج أنه يكون بيسافر بطيارة خاصة علشان يقدر يوفر حتى لو يوم في ظل الصيام وفي ظل بداية الصيام وحضراتكم عارفين التغيرات اللي بتحصل فيسيولوجيا حتى في الشخص بعد أو بداية الصيام انت بتصوم من الفجر لغاية المغرب وبالتالي وقت طويل جدا عادات النوم بتختلف التمرين بيبقى بالليل ما ينفعش يبقى الصبح بشكل كبير وبالتالي حاجات كتيرة جدا جدا بتتغير في رمضان الراجل محتاج أن احنا نقف معاه روجيرو ميكالي محتاج أن احنا نقف معاه خلال هذه الفترة نتمنى يا رب أن منتخبنا الأولمبي يعني إن شاء الله يقدر يفوز على منتخب زنبيا ويستطيع أن يعود بشكل أو بآخر أو يستطيع أن يفوز بشكل أو بآخر في المباراتين ويصعد بعد كده للمبارات التالية